إنما دلوقتي أنا إيه في إيدي كدولة كجهات معانية كوزارات أو إحنا حتى كمواطنين إزاي ممكن نتحرك عشان يكون عندي نتيجة ملموسة خلال وقت قريب نشوف يعني زي ما الأستاذ الصفاء أو دكتورة أمل قالت لما بيكلموا عن الجانب القانوني وإنه تغليض العقوبة لم يحل المشكلة لأنك أنت المسألة مش إنك يعني رغم أهمية القانون في الموضوع ورغم أهمية تغليض العقوبة في الموضوع ولكن ليس حالاً ليه لأنك أنت ممكن جداً هذا المواطن اللي بيمرس هذه الجريمة يتحايل على القانون يعني مهما أنت عملت قانون ومهما أنت ضمنت حتى فيه دستور ومهما دستور فيه مادة مادتين بيكلموا عن حماية المرأة التزام الدولة أو التزام الدولة بمنع أو حماية المرأة العنف ضد المرأة من العنف لكن في النهاية أنت يعني هذا بقى الأهمية الإعلام في الموضوع أنك أنت لابد أن تخاطب الناس لخلق وعي لديهم بالمشكلة مين اللي بيخاطب بقى المفروض؟ الإعلام من خلال الإعلام كأداة أو وسيلة لتوصيل الخطاب للناس ورموزك أنت بقى أو شخصياتك هل عندي من الشخصيات المؤثرة اللي ممكن يطلع بهذا الدور؟ قطع يعني معقول هل نشوفنا التجربة بتاعت زمينة العزيز أكرم حسني طبعاً اتنين كفاية عملت نتيجة كويس والناس بدأت تعاطى معاً هل عندي أكتر من نموذج ممكن أعتمد عليك؟ عندك كتير جداً يعني فيه رموز في المجتمع مع أنت عشان تخاطب الناس بخطورة المشكلة لو ودي أنك تخلي اللي بيخاطبهم محلة ثقة لديهم ومقنع ليهم مع أنت مش ممكن تخلي الناس يسمعوا كلام من ناس أو من شخصياتهم مش مقتنعين بهم أو ما عندهمش ثقة في هذه الشخصيات فلابد أنك انت كدولة لو أنت بقى عايز تتكلم عن تحقيق إنجاز حقيقي في القضية دي تختار اختيار جيد لشخصيات أو رموز في المجتمع هي دي اللي تخاطب الناس من خلال الإعلام ويستمر الخطاب مش ما يبقاش بس في شهر يونيو ومنازمة موضوع الطفلة بدأني يستمر بدأني يستمر ومن خلال الإعلام المرئي بالذات لأنك أنت عندك إعلام مقروء لكن مش كل ناس بتقرأ نسبة الأمية تخلي عندك إعلام مشموعة لكن مش كل ناس بتسمع لكن الإعلام المرئي أكثر انتشارا وأكثر وصولا للناس